مرحبا بكم من الناس الكل انشاء الله نهاركم اسعد ايه انشاء الله تكونوا في صحة وخير ايشني يا رايكم فاكت جوكت شخشيخ اليوم بش نودوا صغيراتنا بحويجة الصغر الكل يحبوها ويموتوا عليها اما احنا بش نعملوها بدايتنا نضيفة لبرودوشي ميك لمو صبرات لا حتى شي حويجة خفيفة ونظيفة ما تتكلفش صدقوني راهي سهلة ما فميش ما اسهل منها شوفوا العجينة كيفاش خفيفة خفيفة بالحق الظوب والفم مكونات بسيطة رايما ما تتكلفش جملة وشوفها كالبنة وكتشخشيخة وكالمنظر محليه قدش يشاهي ما نصورش شكون ما يحبش الدونات لنا اخذيتهم غرفة متاع السكر وخذيت عليهم غرفة متاع خميرة خبز وبش نحط عليهم شوية حليب المكونات كل عادة المقادير تتلقاهم في صندوق الوصف تقايدوا بالمقادير راهو مكيلين بالضبط بش نحط عليهم شوية حليب نخلط هكالخميرة والسكر بش يزوبوا في الحليب ونخليهم يتفاعلوا تتفاعل لخميرة شوية هكا يتدرجين هكا من بعد بش نحط الصحفة متاع لي بش نعجن فيها نحط فيها 500 جرام فارينة والحليب راهو لنا قانس تعمل 250 ملي وانتم ونوعية الفارينة نجموا تستحقوا اكثر تنجموا اقل زيدوا بشوية الحليب وشوفوا عجينتكم كمالت مغرفة السكر الاخرى معناه الكل في الكل زوزة مغرفة السكر حتيت عليهم كابة عظم حليب كابة العظم بالكديق حتى لا تتعب في العجنين وتقعد اشترها مية عجلش توزدت عليهم انا شوية فانياليكيد وانتم اذا كان معا عندكمش تحطوا ساشي سكر فانياليكيد ونصب اكل خميرة اللي تفعلت هكا كيف ما تشوفوا بش العجينة متاعي تكون ناشا حونا نتأكد إلي الخميرة رهيبا نخلط شوية هذيك الخميرة في الفارينة وطاو بش نبدأ نزيد في الحليب بشوية بشوية كمل صبيتهم فكدة بوزة لي فيها الخميرة بش الكل هنهبطها الخميرة نتأكد لكل عملتها وصدقوني راهي بالحق بنينة بنينة خفيفة قد ما تكلوا منها وما تشبعوش نجمو تعملوها لفطور السباح للعشوية نجمو قوتيل صغيراتكم وراهي ما فيها شي بالحق تتكلف أقل من اللي تشريوها حاضرة وحاضرة وكيف ما تعرفوا ديما أي حاجة راهي فيها مصبرات نبعدوا عليها نضيف الملح ونقعد اللم في العجينة بشوية بشوية لا نزيد الحليب كله نقعد نزيد بشوية الحليب كيف ما تشوفوا نقعد للم العجينة بشوية الحليب خلج الملح العجينة يجب بشوية الحليب ثم نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة لنضيف الزبدة حتى نضيف الزبدة لنقوم بتفتفي ثم نضيف الزبدة نضيف الزبدة و الزبدة اضع 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 الزبدة ثم اضع الزبدة اضع الزبدة اضع الزبدة اضع ثقائق كيفيش تبدل عجينة في الأخر صدقوني متأكدة بش تجربوها وبش تعجبكم وبش تعجب صغيراتكم إذا عندك صغيرات دللهم وودهم ومنصورش واحدة من صغارها منهم يحبوها إذا ما عندكش صغار شعلا ربي يرسخك ودلل روحك وكلها أنتي إذا مزيت معارسش وما عندكش صغيرات إن شاء الله ربي يسهل عليك وميستيلش وش لازم رون قدوكين للصغار نحبوها زيادة كيفما تشوفوا هاي كاترية برشا العجينة تتلصق راهي طوي نرجحها في الصحفة متاحة هذيك ونخليها بش تخمر أنا راني خليتها بالضبط خمرة ساعتين خمرة المرة لولا الساعة لولا أنا في بري تصور معاني هالمقطع ذاك أما را متصور ليش خمرة المرة لولا ساعة وهبطتها كيفين هيكيك العجينة عودت لميتها وحتيتها وغتيتها وخليتها خمرة مرة أخرى معاني هاي ساعتين كاملين وهي تخمر طواها وكلم مع العجينة عريتوها كيفاش تلصق بش نخدمو بالفيرينة ديما نرش الفيرينة بش ما تلصق ليش أنا في الرخامة ونحلها بالقلقال ترية راه يتطاوع برقدي في الحلاء أنا راني محلت هايش محلتهم شمعانيها خليتها خشينا الكعبة خليتها متوسطة إذا تحبها أنت يا عالية خلي العجينة أخشل منها كيكة إذا تحبها أجود راه يمجيش بالتبيعة أجود أما أنا خطر صغري ما يحبوش الكعبة خشينا برشا عملتها راهي متوسطة وعملت الكعبات أعملو على الحساب اللي أنتو ما تحبوه كعبة كبيرة صغيرة متوسطة كيف ما تحبوه أنتو ما أنا لهنا شكلتهم متوسطين للكعبات بش حدا كياكل الصغير كعبة هاو كما يخليش الباقي متاحة يكملها الكل انتو ما تحبو تعملوهم كبار انتي ولي عندك ولي تحب انتي كيف ما تشوف وكا نقعد نحل فيها العجينة ومن بعد بش نشكلها أنا لنا خديت هذوكم اللي شكلت بيهم ولا هي كيف نهيذوكم ما عندكش هذوكم ما تنجم راوب كيس بصحفة باللي عندك ما تحيرش اللي موجودة عندك كيل بيه شكل بيه لكعبة هذوكم وحطك عيباتك ويجي وكرهم مزيانين وحلوين او كمون بعديكا نزيد نجدهم في الوسط كيف كيف تنجم حتى بغطا دب وزراء ما تصعب هيش راهي سهلة من اسهل ما فهمة طول اللم لعجينة هذي كالي نحيتها على جنيب لكلها بش نعاود اللمها مرة اخرى ونعاود نخليها ترتاح مش مش تخمرها ترتاح بش من بعد كيف نحلها التواني الكعبة هذوكم حتيتهم في الطبق منش بش ندخل هم طول الفور بتبيع بش نخلي نغطيهم ونخليهم يخمروا ربع ساعة رابش يتنفخهم بعد ما يقعدوش كيف نهكاكا رابش يتنفخهم وديما اطبق لول اللي خليتو خمر هو اللي اندخلو لول كيف ما تشوفوهم اهو كما تنفخوا انا الهني عندي شوية زبدة ذوبتها ودهنت بها من فوق تحبو ما تعملو هاش راو هذي ما تعملو هاش مش لازم دخلوهم ديريكا دخلتهم للفور على متين درجة نار من فوق من اللوتا ما يخذوش برشا وقت راو فيسا فيسا ويتيبو وانتي وفورك طول لنا انا عندي شوكولتا ذوبتها حتيت بابي كويسا كيف ما تشوفو هوا هاوكا حتيتهم تنجم انتي تطعم شوكولتا بيضا نجم زيدا ما عندك الشوكولتا راه ومش لازم تنجم تخليهم كيف ما هو ما هكيكا دانواريكم زيدا فما كعبت راني انا دهنتهم شوية معجون مش ماش ورشيت عليهم شوية سكر محور حاسيلو متحيرش اللي عندك ولي موجود في الدار اعمل بيه اتفنن في التزيين متاحهم ودل روحك كيف ما تحب انا اخذت باتا جلاس اضطي بع شوكولتا قديت بيهم الكونتيتي رو مش الكونتيتي لكلها قديتها هذيكا زيانت من هم ايش زيانت وربقية حتيتهم في الساق متاع فريقو حتيتهم في الفريقو ووقت اللي انا يكملوا الكونتيتي هذيكا ونحب ان نجبدهم نجبدهم ونخليهم يذوبوا كيف العادة ونذوبوا بالشوكولاتة ونعود نزيين الخريق شوفوا انتوما 500 جرام فارينة شنيا عملت للكونتيتي هذيكا الكل هراهي اللي تشوفوا فيها طول هنا انا عندي شوية فرميسيل زيانت بيه زيانت زيادة كعبت بشوية جلجلين زيانت كعبت بالسكر محور كيف ما تشوفوا هاوكا بالمعجون مش ماشا دهنتهم وانتوما قلت لكم كي اللي عندكم ما تحيرش ما تقولش ليرة وما عندي شكل حاجة هذي كما نعملهاش وبالحق بنا 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 ما تتصورش في بالك وخفيفة خفيفة على الاخر دهو رشيت عليهم شوية سكر محور وكعبت لكل هم حذروا والبنة ما نحكي لكمش وبالحق اينا كبيرة وشخت عليهم خلي الصغار شوفوا كالكعبات ما بينهم ومحليهم يشهيوا الحاسير الواحد اللي بشياكل كيف ما تشوفوا هاوكا نوعت وزيانت وعملت عليهم جو عملت عليهم كيف انشاء الله تجربوها الوصفة انشاء الله تعجبكم اشتركوا في وصفة جديدة وبسلامة اشتركوا في القناة